واحد من الموضوعات المهمة اللي بقالنا سنين بنتناقش ونتكلم فيها وهي مطروحة دلوقتي على طاولة الحوار الوطني بدأ جلساته يوم الأربع اللي فات 3 مايو ضمن ثلاث محاور بيونقشوا زي ما اتكلمنا مع حضراتكم طول الأسبوع اللي فات المحور السياسي الاجتماعي والاقتصادي الحقيقة موضوع مهم جدا 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 وشغل المصريين والمهتمين بالشأن العام لسنين طويلة وهو موضوع محو الأمية الحقيقة هو موضوع مهم بيتعرض للحوار الوطني في جلساته المختلفة خلينا نعرف احنا فين موقعنا دلوقتي المشكلة اللي قعدنا سنين وكتير من برامج الإذاعة والتلفزيون والحملات الصحفية ومنظمات العام اهتمت بيها هل حققنا فيها انتصار هل أرقمنا اتحسنت هل في خطة جديدة للتعامل دلوقتي بعد مروب كل السنين دي هنعرف كل الكلام ده من دكتور محمد يحيا ناصف رئيس الجهاز التنفيذي الهيئة العامة لتعليم الكبار أهلا وسهلا بحضرتها دكتور محمد حضرتك سمعنا مش متأكد التليفون معنا ولا لا طب على العموم يعني لو انت تفتكري يعني الحملات الكتيرة والبراءة التلفزيونية الكتيرة حتى الاعلانات زمان كان فيه اعلانات كتير عن محو الأمنية في التلفزيون وحنا صغيرين كنا دايما بنتابعها وموضوع مهم وموضوع كبير وكان دايما وأعتقد ان النسب دي لسه يعني موجودة لان كنت لسه بحضرها قبل الهوى النسب مازالت الأعلى بين الفتيات وتحديدا المصطلح اللي استخدموه وهو ان الأمية ريفية مؤنثة يعني ممتشر أكتر في المناطق الريفية بين البناء بين الاناس وتحديدا من سن 15 سنة النسب عالية جدا الحقيقة انا عايزة بقى اقولك ملاحظة بعيدا عن الموضوع ده بس في صلب الموضوع مش بس محو الأمية الناس انها تعرف تقرأ وتكتب وزي ما بيقولوا تفك الخط الواحد لاحظ كمان انش كتير من الشباب مدارس بقى حكومية خاصة دولية لغاتهم العربية كتابتهم سيئة جدا جدا وانا بحط دول بقى تحت البنزل الأمية لانه ما يعرفش يكتب لغته دي كرسة كبيرة بصراحة طيب اعتقد ان التليفون رجع علينا تاني معنا دكتور محمد يحيا ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار مسائل خير يا دكتور مساء نور يا فانديم اهلا بحضرتك ياريت كده حضرتك في البداية تقول لنا وصلنا لفين في ملف محو الأمية الحقيقة انا بشكر حضرتك على هذا السؤال الكلي الحقيقة محو الأمية واجب وطني ومسئولية قومية بتشارك فيها كل المؤسسات والنزارات والأحزاب السياسية والإذاعة والتلفزيون بحضرتك ايكونة التلفزيون يعني الحقيقة تلك الضوء على قضية هامة بتهم كفاح كبير جدا من الشعب المصري فخمط الرئيس اول مرة رئيس جمهورية بيتكلم عن محو الأمية لدى المجندين ودرود حصولهم على شعات محو الأمية تأمين الوطن بالعلم لا يكل أهمية عن تأمينه بالسلاح الحالة من 2014 حتى الآن مصر بفضل الله وبفضل التعاون والتضافر بين القطاع الحكومة ومتظمات المجتمع المدني استطاعت محو أمية 5 مليون مصر حتى الآن نزلت النسبة من 29% طبقا للجهاز المركزي للتعباء العام والإحصاء إلى 23% مصر قادرة بفضل الله تعالى التغلب على كل قضيها الاجتماعية بما فيها قضية محو الأمية الحقيقة القادم أفضل في زل قيادة سياسية وعية بتحرص كل الحرص ليل ونهار على التخفيف عن حياة المواطن المصري 100 مليون صحة فيروس تكافل وتذكرامة كلها مبادرات رئاسية كريمة الحياة بتشبث معنا مع الهيئة وبتقوم بدورك كريم وجميل لهذه الفئة من الشعب المصري طيب دكتور محمد حضراتك ذكرت مبادرات مهمة جدا وفي مبادرات جزء كبير منها بيستهدف المرأة المعيلة بيستهدف أنه يمكن المرأة في الريف وفي المناطق الأكثر احتياجاً أنها تكون عندها مشروعها في إيدها حرفة أنها تقدر تصرف على نفسها وتعول أسرتها إذا كان معها أطفال ولكن تبقى نسب الأمية بين الإناث هي الأعلى وخصوصاً في الريف فهنا لو ممكن تشرح لنا أكتر هل العادات لسه هي اللي بتعمل تسريب للمدارة؟ أنا عايزة أبشر حضرتك آخر دورة أجراتها لهيئة دايماً لغة الأرقام لا تنزل دايماً آخر كانت نسبة التحاق للسيدات في برامج محو الأمية 63% ودي نسبة مبشرة ودلة الحمد لله رب العالمين فالأمية نسوية رفية زي ما بيصنفوها قابعة بين النساء أكثر رد الرجال قابعة في الريف أكثر من المدن عايزة أقول لحضرتك اتجاه المرأة لبرامج محو الأمية بدأ يزداد نسبة وصلت لسنة و60% من المشاركة ده شيء طيب إذا كانت المرأة هي لابنة الأسرة والأسرة هي لابنة المجتمع تمكين المرأة اقتصادياً تعليمها القواءة والكتابة لوحده لا يكفي فعصف توسع فيه مفهوم تعليم الكبار وأصبح يشمل أنمار كثيرة ومتعددة من الأمية وبالتالي المدخل الرئيسي للقضاء على كل أنماط الأمية هو تعليم القراءة والكتابة والحساب الحقيقة بنتبنى في الحقيقة برامج والستراتيجيات جديدة وإذا كلمنا بلغة العلم فالعلم رحم بين أهل بيقرب الناس ببعضها استراتيجية التواصل بالأجيال أو ما يسمى بمحو الأمية البسارية استراتيجية التركيز على التنمية الشخصية للشخص الدارس الكبير نفسه ومنها المرأة وتأتي في مقدمة الصفوة لما تمثله منظور كبير في المجتمع وبيقف عليها كل نهبة المجتمع المجتمع في الحقيقة أكيد طب دكتور محمد هل في خطة مثلا معينة للقضاء على محو الأمية للقضاء على الأمية الحقيقة مش خطة واحدة احنا كل محفظة نظرا لتبان طبيعة السكان والمنطقة الجغرافية متبنين بفضل الله تعالى ان شاء الله أن تتحرر مصر من الأمية في 2030 ليس رفاهية ولكن التزاما دوليا أمام المنظمات المجتمع الدولي فأن تكون مصر إن شاء الله في 2030 خالية من الأمية بإذن الله عندنا محافظات زي جنوز سنة نسبتها بعد 5 و 6 من 10 أقل من 7% نقول تحررت من الأمية عندنا الحقيقة المحافظات الحدودية التي تحظى باجتماع القيادة السياسية أيضا نسبها كانت تقترب من 7% الحمد لله مصر أدل بفضل الله تعالى إن نتغلب على هذه نهافة اجتماعية التي باثت مفتعصية على مدار سنوات وسنوات تكلفة الجهل طبعا تكلفة كبيرة جيدة وعدم القضاعة الحمومية بيكلف الاقتصاد العالمي سنويا 1.5 رليون دولار طبعا لتقرير 20-20 نشكر حضرتك شكرا جزيلا على الإضاحات على الأرقام لأن الأرقام هي اللغة الأقوى فعلا إما الواحد بيسمع الرقم بيعرف هو كان فين ووصل فين والتحديات اللي قدامه قد إيه